تصعيد آخر على جبهة أخرى بين موسكو وواشنطن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يعتقل صحفياً أمريكياً من أصل روسي يعمل مراسلاً لصحيفة غول ستريت جورنال الأمريكية أما التهمة فهي الاشتباه في قيامه بالتجاسس لمصلحة واشنطن الأمن الروسي قال إن إيفان جريشكوفيتش كان مكلفاً من أمريكا بجمع معلومات عن أنشطة إحدى المؤسسات الدفاعية غير أن بيان جهاز الأمن الروسي لم يقدم دليلاً على الاتهامات صحيفة غول ستريت جورنال نفت ما وصفتها بالمزاعم الروسية الموجهة لمراسلها وأكدت أنها تسعى لإطلاق سراحه فوراً لكن الخارجية الروسية التي تعترف بجريشكوفيتش مراسلاً معتمداً في روسيا قالت إن ما كان يفعله لا علاقة له بالصحافة الكراملين من جانبه قال أيضاً إن مراسل وول ستريت جورنال ضبط متلبساً بالتجسس وملفه بيد الأمن الفيدرالي موسكو استبعدت أي تبادل لجيرشكوفيتش مع واشنطن وأكدت أن ذلك ليس على جدول أعمالها ولن يحدث ذلك قبل محاكمته جيرشكوفيتش أول صحفي أمريكي يقبض عليه في روسيا بتهمة التجسس منذ الحرب الباردة وأبرز شخصية أمريكية تعتقلها روسيا بعد نجمة كرة السلة بريتني جرينر العام الماضي حيث قبض عليها في مطار موسكو وبحوزتها زيت الحشيش أطلق صراحها في صفقة لتبادل السجناء بين البلدين في ديسمبر الماضي موسيقى